يواجه مواطن شيعي من محافظة الأحساء شرق الجزيرة المحمدية يواجه حكما بالتعزير أو حكما يتم بمجبه توصيفه بالإرهابي وذلك في حالة ما إذا ثبت ارتباطه بعناصر خارجية بحسب ما صرحت به صحيفة الوطن السعودية وكان الرجل الشيعي الذي اعتقل مؤخرا من قبل الشرطة السعودية على خلفية الأحداث الإرهابية التي طالت أحد المساجد الشيعية شرق الجزيرة المحمدية قد طالب المتجمهرين حينها بتصوير الإرهابي الذي تم إلقاء القبض عليه من قبل حماة الصلاة طالبهم بتصويره حتى لا يتم تغييره في وقت لاحق في إشارة منه إلى ممارسة غير مستبعدة قد تعمد إليها السلطات السعودية بالفعل وفي حال صحة ما ذكرته الصحيفة السعودية فإن هذا الحكم الجائر سيكون وصمة عار جديدة على جبين النظام السعودي والذي يعبث بحقوق الشيعة في المنطقة ويحكم بالظنة والتهمة كحال سلفهم الطالح من أمثال أبي بكر وعمر وآل أميه اشتركوا في القناة